بإطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق للاستفتاء الدستوري فإن المسؤول الإعلامي للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري في السابع عشر من الشهر الجاري أدم منغانا أدم وضم جولته التفاقدية للوقوف على المعدات الانتخابية بمختلف دوائر العصمة جمينها فقد قام اليوم بزيارة الدوائر الأولى والثانية والسادسة وكذا الخامسة حيث اتضح للمسؤول الإعلامي خلال هذه الجولة أن عملية صحب البطاقات الانتخابية بلغت حوالي 90% ذلك بحسب المندوبين الإداريين ورؤساء الحارات التي زارها المسؤول الإعلامي كما لاحظ أن النقائص الميدانية التي تمت ملاحظتها قد تم تصحيحها فورا من قبل القوناريك المسؤول الإعلامي تحدث عن نتائج جولته قائلا قلت أن القوناريك كان نظام للمسؤول الإعلامي كما أكد المسؤول الإعلامي بأن اللجنة الإعلامية ستقوم بزيارة مماثلة ببعض ولايات الوطن في الأيام المقبلة